موسيقى طبعا مثل ما تعلمنا بالبداية من تخطيط الصفحة ومن ثم الحجم وأحجام الورق الأضافية طبعا مثل ما تعلمنا أنه العرض راح يكون 9 سنتيمتر والارتفاع 5.5 سنتيمتر ولننسى الهوامش 1 سنتيمتر من الأعلى ومن اليمين ومن الأسفل ومن اليسار تمام الخطوة التالية مثل ما تعلمنا أنه أكعدنا فقرة اللي هي لون الصفحة راح نغير لون الصفحة إلى هذا اللون ونكبر حجم الصفحة شوية بعدها ندرج شكل مثلث وليكن هذا المثلث ونحاول نميله بزاوية معينة وليكن هاي الزاوية ونحاول نكبر حجمه قليلا ومن تعبئة الشكل نمطي تعبئة بهذا اللون اللي هو الماروني ومن المخطط التفصيلي نمطي مخطط تفصيلي بلون أبيض وممكن أن يكون بها المسافة وممكن أن نقدر شوية نميله أو ندوره يكون أجمل وطبعا ندرج شكل بيع اليسار شكل وليكن هذا الشكل الأبيض بها المنطقة ومن تعبئة الشكل يكون أبيض ومن المخطط التفصيلي يكون بلا مخطط تفصيلي ونقدر نفسه هذا الشكل نروح من الصفحة الرئيسية نسخ لصق ونخلي بهالمكان ونغير لون التعبئة إلى اللون الماروني ونكتب بواصلة مربع ناس رسم مربع ناس ونكتب مثلا الاسم الشخصي أو اسم المؤسسة اللي صادر من عندها هذا الكرت وحكتب مثلا على لنبها الاحترافي طبعا نقدر ننسق الشكل وطبعا ممكن أن حجم الخط يكون أكبر وليكون 17 و bold ونقدر من تنسيق الصفحة من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن أن يكون لون الخط أبيض طبعا نلاحظ أنه يوجد جزء من الأحرف مختفية هذا يدل على أنه مربع النص صغير حجم المربع صغير نهاول أن نوسع الارتفاع وفي هذا المكان طبعا هذا صار عندنا العنوان ممكن بهالمساحة نخلي شعار أو ممكن نتركها فراغ ويكون الشعار بهالمكان وليكن هذا الشعار وبهالمكان رح يكون المعلومات الشخصية طبعا هذا هو الكارت تصميم جميل طبعا هاي بالنسبة للمعلومات الشخصية احنا تعلمنا شو نضيفه هذا مربع ناص ونمليه بالكتابة وهذا يعباره عن مجموعة صور صور ندرجهن ونصغر حجمهن وهذه الصور طبعا موجودة وجاهزة ويتقدرون تحملونه من موقع عالم بهال احترافي مثل ما تعلمنا بدرس تصميم السيارة ذاتية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة